بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنتكلم بخصوص النظارات الطبية ويوب الإبصار هنتكلم أن نقول خلاص حلبس نظار إمتى هتلبس نظارة حاجتين إما أننا عدت سن الاربعين مع أننا نظر ست على ست لكن مش شايف الأشياء القريبة بوضوح طبعا نعمل نظارة القراءة بتقبر الأشياء القريبة فتكون الرؤية واضحة وجيدة بس نظارة القراءة طبعا المسافة اللي بتخليك تشوف بها فقط 30 سنطر ده بالنسبة لو أنا نظر ست على ستة ومعندش أي مشكلة غير إن أنا الأشياء القريبة مني مش شايفة كويس فبالتالي إن أنا ببقى محتاج لنظارة القراءة فقط لا غير لكن لو أنت عندك مشكلة تانية عيب من عيوب الإبصار إن أنا ممكن يكون عندي طول نظر أو قصر نظر أو استجماتيزي يعني إيه الحاجات دي طبعا نعرف من الطيب إن أنا أصلا تعبان أو عندي حاجة من الحاجات دي أولا لو أنا عندي مثلا زغلالة عندي دوخة عندي مثلا لو أنا مثلا طالب بذاكر بحس بإرهاق إن أنا مثلا بذاكر كتير حس إن في إرهاق في العين أو إن أنا بتخرج على التلفزيون بحس بحمرار إرهاق في العين فبالتالي بتتجه بسرعة طبعا للطبيب هو بيحدد لي مشكلتي هو بيحدد المشكلة اللي عندي بالنسبة طبعا نصيحة بالنسبة للأطفال لازم يكون طبعا إن يكون في فحص دوري للأطفال طبعا أنت النهاردة بتسيب الطفل بيكون بقى عنده عشر واثنشر سنة وأبدأ أقول حروح أتطمن عليه وأشوف نظره كويس ولا لا يبدأ الدكتور يقولك لا أنت تأخرت كنت المفروض تيجي من فترة طويلة لأن نظره ضعيف طب يعني إيه طيب؟ يعني إحنا المفروض النهاردة أن الطفل بقى عنده أربع سنين نبدأ كل سنة نتطمن على نظره لغاية ما يبقى عنده عشر سنين مش هنتظر لغاية ما يبقى لعشر سنين وأبدأ أدور اللي أنا أتطمن على النظر بتاعه طيب إنت هتقولي ما هو الدكتور يقولي أنت ما جتش من الزمان إن هو كده كده نظره ضعيف هتفرق بقى إن هو النهاردة إن أنا جت دلوقتي أو من خمس سنين فاتم أو من ست سنين كما هو خلاص هو نظره ضعيف وحيلبس النظارة النهاردة زي من خمس سنين مرت علي هقولك لا طبعا إن أنه نهاردة أما أبدبس النظارة تبدأ المقاسات يعني النهاردة المقاسات اللي بتطلع على الطبيب النظارة بنسبك بنا جدا بتوقف المقاس عند هذا الحد يعني بدلا ما نظري مثلا واحد أو اثنين لو أنا لابس النظارة ممكن نسبة عند واحد أو اثنين يوم مثلا ما يكون الحالة بتسوق جدا إن أنا ممكن أبقى ثلاثة لكن لو أنا مش لابس النظارة ممكن يكون نظري بينزل ثلاثة واربعة وخمسة وستة طيب إحنا النهاردة عندنا طبعا نوع إيه هي العدسات في عندنا عدسات في زجاج وبلاستيك هتقولي يعني إيه طيب زجاج وبلاستيك هقولك هما الاثنين طبعا بيقدوا نفس الغرض الطبي لكن مميزات العدسات البلاستيك إن هي بتكون خفيفة لكن بيكون السمك بتاعها طبعا أكبر من الإزاز طيب الإزاز مشكلته إن هو بيكون العرسة بتاعته سميكة شوي بتكون العرسة بتاعته مش سميكة زي البلاستيك ولكنها سكلت الوزن طيب بالنسبة للأطفال إحدى بنفضل إن هو يلبس البلاستيك ليه؟ إن هو آمن طبعا إزاز لو القصر طبعا ممكن يعمل مشكلة في العين أو يجرح واجه الطفل لذلك بنفضل لسن الأطفال أو الشباب إن هو يلبس العرسات البلاستيك لنا الوقت عند مشكلةigorاثية على عيني او مشكلة مشكلة متش Mont committee 50hr military بحس اللي انا نظري بحس يعني بتتقفل مجرد ما ببص للشمس طيب احنا عندنا عدسات اللي عدسة البراون اللي هي بتدي لون زي البني والعدسات اللي هي الجيرية اللي هي بتدي لون السود اللواء الرماضي دول العدسات دي بتمنع مرور الاشعة بتاعت الشمس والضوء ان هي تمر الى العين وبالتالي ان هي بتحمل عين انت ممكن تلبس لو انت مسلا مش لك مقاس نظارة بتلبس نظارة شمسية طيب لو انا عندي اه مشكلة في الابصار سواء نظر قصر نظر استجماتيز ممكن لنا عمل نظارة تببية لكن بتقضي نفس الغرض اللي هو الشمس ان هي النظارة اما بتنزل بتبقى مثلا نسبة اللون بتاعها خفيف جدا كأن هي بيضة بتشوفها في البيت عادي تنزل بتتفعل مع الشمس بالتالي بتتلون بتتفعل مع الشمس بتتلون سواء بني او اسود طيب انا مشكلتي طيب انا اللي انا اما وجهة تفرج على التلفزيون او اما ببص للاضاءة باعناية بتتعيدني طيب فيه عدسات انت رفليكشن سواء في منها الازرق وفي منها الاخضر مميزات الادسات دي ان بتخلي الضوء ما بيوصلش للعين وبالتالي ان انت ممكن تحافظ على ناك اخضر فيه طبعا النهاردة مشكلة طبعا بتواجه في بتواجه بالذات اللي هو قائد السيارات يعني انت مسلا تسايع عربية وماشي على الطريق تيجي تلعر عربية السيارة المقابلة مثلا الضوء بيجي في عينك بتاع السيارة فبتسبب لي مشاكل كبيرة جدا على الطريق النهاردة فيه طبعا عدسات بلوقات عدسات دي مميزتها ان هي ما بتخليش الضوء يمر من العين يعني بنسبة تسعين في المئة خمسة تسعين في المئة فبالتالي بتسهل عليك ان انت تيمشي في طريقك ولو فيه اضاءة جات في العين فهي ما بتخليش الضوء يمر حتى فيه اختبار بها حتى عن طريق الليزر انت ممكن تحط الليزر على العلسة ما بيمرش ما بيمرش ما بيمرش الدق بتاع الليزر من العلسة بالعكس بتتقصر الدق بتاع العلسة لكن ما بموصلش للعين وبالتالي كتير بيفضل العلسات البلوقات ان هي يستعملها خصوصا اللي هو ايه قائد السيارات طيب انا حاولي ان انا عند مشكلة طيب ايه مشكلة عيوب الابصار طيب انا عارف منين طيب ان انا عند المشكلة قلت لك ان انت ممكن لو عندك زغلالة عندك ضوخة عندك صداع اذا انت لازم تتوجه للطبيب هيقول لك مثلا انت عندك قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم هتقول لي يعني قصر نظر هقول لك اللي انت بتيجي ببصت اللي بقى شايف الاشياء القاربة منك بوضوح جدا شايف اللي قدامك كويس جدا لكن مش شايف المسافة ابعد من كريم يعني شايف الشخص القريب كويس لكن لما يكون يبعد عنك مش قادر تشوفه الحل من النهاردة ان الدكتور بيقاملك عدسات مقعرة او سالبة بحيث ان هي تعالج مشكلة قصر النظر طيب لو انا بقى عندي طول نظر طول نظر بيشوف الاشياء البعيدة كويس لكن بوضوح لكن قريبة منه مش شايفها بالوضوح الكافي وبالتالي الدكتور بيوصف له عارسة محدبة او موجبة وبتعالج مباشرة طول النظر طب حتقولي طيب يعني استجماتيزم يعني استجماتيزم يعني اهي استجماتيزم يعقي انت بتشوف الاشكال بشكل ضبابي بسبب تقور القرونية و الحل بتاعي ان انا بحتاج العارس السوانية عشان كطر اعالج مشكلة الاستجماتيزم اللي هي دايما بتعمل برضه زغلالة و Tel厚ة بالزات الاستجماتيزم مشكلة ان هو بعمل زغلالة ودوخة باستمرار فبيبقى محتاج ان انت بسرعة تتوجه للطبيب عشان تعمل نضارة وتلبس النضارة باستمرار. طيب فيه ناس طبعا بيبقى عنده حاول ممكن يكون مسلا بالزات سن الاطفال اللي ساعات ان انت ممكن متبقاش يواخد بالك وفجأة مسلا بعد فترة 8 سنة او 10 سن تروح للطبيب يقول لك عنده حاول يعني ايه عنده حاول? هو عنده عدم اتزان في عضلات العين. وبالتالي بيشوف رؤية الاشخاص بشكل خاطئ. طيب الحل بتاعه ايه هو بيستخدم طبعا الدكتور بيوصف له عدسة منشورية عشان خاطر تعالج الحواء. عندنا طبعا برضو مشكلة بتاعة المياه البيضاء. المياه البيضاء بتسبب عتامة لعدسة العين. بتخليك بشايف الاشياء غير واضحة. مشكلة المياه البيضاء ان هي علاجها لازم يكون فيه عملية طبية عملية 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 لازالة المياه البيضاء. لازم من عملية لازالة المياه البيضاء. عندنا برضو مشكلة المياه الزرقاء. يعني ايه المياه الزرقاء هي بتحدث نتيجة ارتفاع في ضغط العين المياه الزرقاء بتسبب ارتفاع في ضغط العين بتقدم مشكلة في العصب البصري وبالتالي مشكلة المياه الزرقاء ان العلاج برضو ما بيجيبش معا نتيجة زي المياه البيضاء لازم تدخل لاجراء عملية لازالة المياه الزرقاء النهاردة في ناس كتير تقول لك انا اللي بلبس النظارة مش مرتاح ازاي بس فهتيجي تبصت لا يقلع النظارة كده يقول لك انا شايف احسن من النظار هاوله طبعا انت مثلا اشارات المخ انت من هاردة بقالك عشر سنين او خمس سنين او اكتر او اقل لابس النظارة ومتعود ان انت شايف الاشياء كده معا ان هي اصلا ان انت شايفها بشكل غير جيد او بوضوح غير جيد بس انت معتقد ان هي شكل الاشياء كده ما بتلبس النظارة بتوضح لك طبعا اكتر وبتشوف الاشياء بشكلها الطبيعي بصورة جميلة لكن طبعا بيبقى فيه اشارات من المخ وانت اما بتلبس النظارة بيبدأ اشارات المخ تتأقلى من اللي انت خلاص بتتظبط العين ان هي توصل للمرحلة كأنك نظرك ست على ست اما بتقلع النظارة بترجع الصورة بتاعتك للصورة اللي هي الاولى اللي انت كنت متعود عليها فتبقى فرحان مبسوط وتقول اه انا كده مبسوط وكده عناية ممتازة لا تنظارة هي اللي عناها للمشكلة لا اما انت لو فضلت على كده مع الوقت هتعاني وبعد كده بتحصل اضرار بتحصل مضعفات للعين عشان كده بنقولك توجه للطبيب بيقولك لبس نظارة لازم تلبس النظارة في نهاية الحلقة طبعا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته